الكوروموسومات الخلية الحيوانية هي الوحدة البنائية لجسم الإنسان والحيوان حيث يحتوي جسم الحيوان والإنسان على بلايين الخلايا الحيوانية التي يتكون معظمها من غشاء بلازمي واسيتو بلازم ونواه النواه النواه هي مركز الخلية وتمثل عشرة بالمئة من حجم الخلية وهي أهم جزء فيها فهي مسؤولة عن تخليق البروتين وانقسام الخلية ونموها وتكاثورها وبها المادة الوراثية للخلية وتتكون من الغشاء النووي والمادة الوراثية والنوية المادة الوراثية تحتوي النواة على الحمض النووي DNA والذي يكون على شكل كروموسوم مربوط مع بروتين يسمى الهيستونات ووظيفته حمل كل المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي هذا يعني أن الكروموسوم يتكون من الـ DNA المحاط بالهيستونات أنواع الكروموسومات تصنف الكروموسومات إلى نوعين هما الكروموسومات الجسدية والكروموسومات الجنسية فالكروموسومات الجسمية مسؤولة عن إظهار الصفات الخاصة بسمات الجسم مثل الطول ولون الشعر ولون العيون وغيرها أما الكروموسومات الجنسية فتحمل الجينات المسؤولة عن تحديد الجنين ذكر أم أنثى يتكون الإنسان من 46 من الكروموسومات، أي 23 زوجاً منها 22 زوجاً من الكروموسومات الجسمية وزوجاً واحداً من الكروموسومات الجنسية يوجد نوعان من الكروموسومات الجنسية في الإنسان كروموسوم من النوع X وآخر من النوع Y في جميع الخلايا في الذكور توجد في نواة الخلية الكروموسومان الجنسيان XY ما عدا الأمشاج أو الحيوانات المنوية وفي جميع خلايا الإناث توجد في نواة الخلية الكروموسومان الجنسيان XX ما عدا البويضة